واحد دايح مثل هذا ودايح مثل هاي ودايح مثل ذاك يتحكم لأنه يعرف لواحد بالميليشيات أو يعرف لواحد متنفذ بالدولة ينداس على روزكم بس ترى الريحة صايرة لنا لنا وأنا أقسم أنك تعرف بكل الأشياء وقد أطلعوك بالبداية الثالث القضية التي اتصل بي في الأسبوع الماضي أمفق المشتثمر في المحمودية ردود أفعال والتفاعلات كثيرة وخصوصا داخل الشارع العراقي بصراحة وردتني كثير من الرسائل من أهالي المحمودية توضح الكثير من الحقائق وبعض هذه الحقائق بخصوص هذه القضية مخجل يعني أستحى أسلفة على الجو ولكن هناك جهات حكومية تعرف بالمخفي وبالمغطأ بقضية بلدية المحمودية والاتفاقات والصفقات التي تتم ولكن مع هذا أيضا الرجل الذي اتصل بي وعرضت مظلوميته ومناشدته وردت أن أضحه شخصيا أمام رئيس الوزراء ومكتبه والجهات الرقابية أن هذه القضية تحمل فضائح فضائح كبيرة وسيد محافظ بغداد حتى رد ما يرد ولا يبعث برسالة وملئنا من هذه القضية أن الأمور تسير وفقا للإجراءات الرسمية سيد المحافظ أنت والإجراءات الرسمية على رأسي بس ترى الريحة صايرة لنا لنا وأنا أقسم أنك تعرف بكل الأشياء وقد أطلعوك أو شوفوك صورة وصوت سيد المحافظ سدوها لهاي الجيفة سدوها لهاي الجيفة أحسن أو خلونا نحط أيدينا بأيدينا الخيرين أو نمشي لأنه ما يصار حتي على هذا الفساد وعلى هذه الصفقات المشبوهة وعلى هذه القضايا الأخلاقية يا سعد المحافظ يا أولي الأمر يا بنات العصر الجديد عيب عيب هو يطمطمتو بس هاي أنا ما ريتها تنطم هاي ما راح تنطم وأنه بالولد فوق حقه يهدده لوليد يهدده لأنه شايفين أروحكم فوق القانون اسمع أنت وليوقف فراك إذا تتجاوزون القانون وتتجاوزون على حقوق الناس لأنه تصرخ من مظلوميتها وعدكم كل واحد لابس لنعال أبو الأصبع تتجاوزون يندس على رأسك بالقانون وبالحق أقعد وسكت أقعد وسكت لأنه البلد مع ملاحظات له أكون رجال وأكون قانون يدوس على رأسك وإذا محتمي لك بشم نائب أو سافل أو ساقط يشتغل بالدولة لا أنا أقول لك وكو أصوات أعلى وأقوى وأرسخ منك لأنه أنت شنو شغلك باتشر بالقضاء راح ينعرضا كلهن وراح تجي رجليك فوق رأسك صاغر لأنه حق الناس ريد نبني بلد نصرخ ريد نبني بلد واحد دايح مثل هذا ودايح مثل هاي ودايح مثل ذاك يتحكم لأنه يعرف لواحد بالميليشيات أو يعرف لواحد متنفذ بالدولة يندس على روسكم الدولة يجب أن تستمر هو إحنا اللي راح نبني الدولة بالطريقة اللي يكفلها القانون ويحترمها الناس ويحترمها الله ويحترمنا العالم عليها أسمع أنتو هي أي واحد يلعب بخاتل والله ملف المحمودية يا رئيس الوزراء المحافظ خال على صفحة ها وجه الهيئة التحقيقي وأن اليوم جاء الاتصال من هيئة النزاء وطلبوا الرقم والملف هو راح نفتح تحقيق يا سيد حيدر حنون أقسم عليك بمن تعبد وبكل حرب بالقرآن عليك من وقتك ربع ساعة نص ساعة أن تهتم بهذا الموضوع وأنا عرفك بعد قصر فتت عليك كالفات ترى هذا الموضوع بي 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 اللي ماين قال اللي ماين قال القانون لازم يأخذ رجلها وتحقيق عادل وكل شريف يأخذ حقه وكل دايح يستغل الدولة يأخذ حقه أريد باتر العالم تجريتي أريد نستثبر أريد دملي شين هالقدارات شين هالقدارات ولكم هذا العراق هذا التاريخ الحافل ولكم هاي الإنجازات علمنا الناس علمنا الدنيا كلها تالي ما تالي نوصل لهاي المشتويات أنه بالمشتويات القادرة النقسة نتنا أكون من يدافع عنها لأن هناك من أقدر منها ملف المحمودية وبلدية المحمودية يجب أن يحل كما كذلك يا سيد بن كير كاني بعثت لك رسالة على بلدية صلاح الدين وشفت اللي يسر بلدية صلاح الدين إلى الآن أنا أنتظر الرد